على مدار نحو عام عملت مصر سياسيا وديبلوماسيا على خفض التصعيد في السودان بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة كما فتحت مصر أبوابها للشعب السوداني الشقيق حيث استقبلت أكثر من 232 ألف ضيف سوداني على أرضها كما كانت السودان ضمن أول جولة خارجية في ولايته الأولى أيضا وتولت الزيارات المباشرة لرئيس السيسي للخرطوم وبلغت سبع زيارات كان أخرها في مارس من عام 2021 هكذا تمضي مصر في علاقتها بالسودان الشقيق في ضوء إدراكها الواسع لأهمية الامتداد الإفريقي لمصر وفي القلب منه السودان وارتباطه بالأمن القومي المصري والعربي وفي هذا الإطار تواصل مصر جهودها في التواصل مع كافة الأطراف السودانية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني ويحول دون تدخل أي أطراف خارجية تؤدي إلى تأجيج الصراع الجاري من الحقائق التي تؤكدها الوقائع الكثيرة أن لمصر دورا جوهريا في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان التي تمثل الأزمة الراهنة فيها تحديا بالغا للاستقرار في المنطقة بأسرها فالعلاقات المتجذرة الضاربة في عمق الدولتين تجعل مصر والسودان يمتلكان نفس المصير الواحد مصر بقيادة رئيس عبد الفتاح السيسي قدمت كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام شهدت علاقات البلدين زيارات قياسية متتالية لم تحدث في تاريخ البلدين حيث تعمل السياسة المصرية على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق وإحداث نقلة نوعية في شتى المجالات وتعد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان الشقيق دليلا على عمق العلاقات المصرية السودانية وقد حرص الرئيس السيسي على أن تكون أول جولة خارجية له عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية إلى السودان الشقيق كما كانت السودان ضمن أول جولة خارجية في ولايته الأولى أيضا وتولت الزيارات المباشرة لرئيس السيسي للخرطوم وبلغت سبع زيارات كان آخرها في مارس من عام 2021 هكذا تمضي مصر في علاقتها بالسودان الشقيق في ضوء إدراكها الواسع لأهمية الامتداد الإفريقي لمصر وفي القلب منه السودان وارتباطه بالأمن القومي المصري والعربي وفي هذا الإطار تواصل مصر جهودها في التواصل مع كافة الأطراف السودانية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني ويحول دون تدخل أي أطراف خارجية تؤدي إلى تأجيج الصراع الجاري من الحقائق التي تؤكدها الوقائع الكثيرة أن لمصر دورا جوهريا في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي ترجمة نانسي قنقر